السلام عليكم معكم دكتور عمد سلامة أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنا والنخاف اليوم سنتحدث عن 10 حاجات لو عملناها سنخس بدون اتباع أي نظام غذائي النصائح سنخس في الشهر حوالي من 5 إلى 6 كيلو بدون أن نمشي على أي نظام غذائي أو أي نظام غذائي نظام غذائي نظام غذائي نظام غذائي يأخذوا الورقة يقللوا كمية أكلهم إلى نفسهم أول شهر ينزلوا وفجأة تحدثوا المشكلة غريبة أنهنا بنسبة على الميزان ونجد نفسنا نزيد ثاني لماذا؟ لأنك أصلا قللت أكلك أي حد في الدنيا سيقلل أكله أكيد سيخس طيب بعد ذلك أنت لم تغيرتش أسلوب حياتك فالجسد يحس أن هناك شيء غلط حصلت فيه كلوات نزلت مني فبيبتدي الحرق يقف يقلل معدلات الحرق لكي يبتدي يزبط الموضوع لأنه يحس أن هناك شيء غلط لذلك لو أريد أن أخذ بإنتظام لحد ما وصل الوزن الذي أريده يجب أن أغير اللايف ستايل يجب أن أغير أسلوب حياتي كله والشيء اللي أنا أقول لكم ليس فقط لتخسيس هذا كمال لكي صحتك يعني هذا الموضوع سيفرق معك جدا صحيا ستحس أن أنت أنشط ستحس أن أنت أحسن صحتك ستبقى أفضل فهو مفيد في كل شيء طيب أيه هم العشر حاجات التي نعملها سنخص بدون اتباع نظام رزائق رقم واحد لازم نفطر الصبح بدري قبل الساعة عشر الصبح ليه؟ عشان أدي إشارة لجهاز الحرق أنه يشتغل لما بفطر بدري قبل الساعة عشر الصبح أنا كده بقول لي لجهاز الحرق فيه أكل جاي لك بعد كده في الله ابتدي جهز نفسك اشتغل عمل بالظلط زي فكرة العربية لما فت زخانها الصبح عشان تقدر تمشي كويس لو ماشيت بها مرة واحدة هتلاقي بتقطع معاك واتلاقي مش ماشية مزبوطة فإذا الفطار قبل الساعة عشر الصبح من أهم الخطوات اللازم نعملها علشان نزود الحرق في الجسم وعلشان نبدي إشارة لجهاز الحرق أنه يشتغل رقم اثنين العشاء فاتكلمنا الفطار نتكلم عن العشاء لازم أقل العشاء على قد ما أقدر أو أخلي كميات الأكل اللي باخدها في العشاء قليلة وما أكلش وأنام على طول يعني لا أكلش أكل وارح نايم لأن لو جيت كالت ونم الأكل كله ستخزن في المعدة وسبحان الله هم لهم حاجة لأن هرمونات الحرق تبقى نسبتها كويسة جدا الصبح وبتقل هرمونات الحرق دي بالليل عشان كده الصبح لما بناكل ممكن الأكل يتحرق بسهولة لكن لما بالليل بناكل كتير الأكل دا ما بيتحرقش ويتخزن وبيزود الوزن ثالث حاجة لازم نقسم وكباتنا على ضيابات صغيرة على مدار اليوم يعني ما جيش مثلا أكل وكبة كبيرة مرة واحدة طبعا نحن عندنا معظم الناس يشتغل مثلا طول اليوم يرجع آخر اليوم بالليل يروح واكل وكبة كبيرة مثلا الوكبة بيبقى فيها 1500 سعر حلالة المعروف ان الجسم ما بيقدرش يحرق في المرة الوحدة أكثر من 400 او ماكسمم 500 سعر حلالة طيب أنا دلوقتي جيت خدت وكبة فيها 1500 ال 1500 دول اصلا لو انا مقسمهم على مدار اليوم هخس هخس 100% لكن لو انا خدت وكبة واحدة بس 1500 سعر الجسم يحرق ال 500 وهتبقى 1000 ال 1000 هتعمل في يوم هيخزنهم مش قدر يحرقهم فبالتالي هتزيد في الوزن يطلع للك كرش مشاكل في الهضب دون عالكبت وحاجات من كده يبقى لازم نقسم واجباتنا على مدار اليوم الواجبات صغيرة رقم 4 الماء اي تفاعل كيميائي او ميتابوليزم بيحصل داخل الجسم لازم نلاقي على السهم اتشتوق لازم نلاقي مية فاذا الحرب مرتبط ارتباط حتمي بالمية الناس اللي بتقول لي انا ما بقدرش ان انا اشرب مية اقول لها اتعود اتعود ازاي هخلي المية جنبي هخلي ازاس المية جنبي طول ما انا ماشي اخد بقئين مية كل نص ساعة اخد بقئين مية لازم اتعود ان انا المية تدخلي باستمرار دي حاجة مهمة جدا شرب المية من اهم الخطوات اللي بنظبط بها الحرب رقم خمسة الرياضة انا ما مطلوبش من الحد ان يذهب جيم او مثلا يجري على التراك لفترة طويلة او كلام من دي الناس اللي هي عايزة تعمل فتنس كلنا مطلوب يا اما جري في المكان لمدة عشرة دقايق لو انت مش فاضي تنزل من البيت او تتمشى نص ساعة في اليوم بس ماشي بسرعة مناسبة وبخطوة مناسبة والفترة متواصلة يعني نصف ساعة تبقى متواصلة ومش شرط كمان كل يوم ممكن نخليها ثلاث مرات في الاسبوع ده الواحده كافير ان هو يزود دربات القلب يعني ويزبط الدورة الدموية ويزبط الحرب تمام؟ لو انت زي ما بقى لك مش فاضي ان انت بسلا تنزل تنشي نص ساعة ممكن ان انت في البيت قبل ما تنم كده بعشر دقايق ربع ساعة اجري في المكان اتنطط كده شوية خلاص لحد ما تلاقي دربات قلبك سريعة ودينة تزبطت ومتنينت دعرق شوية كده يبقى الحرق يبدأ يتزبط معك طيب رقم ستة وسبعة الملح والسكر لازم اقلل الملح والسكر على قد مقدر الملح بيجمع ماء في الجسم بيأثر على الضغط بيفتح الشهاية بيعمل تمدد في عضلات البطن يعمل لي كرش فأضراره كثيرة جدا سألك السكر سعرات حرارية على الفاضي انتي كالوري يعني بديك سعرات من غير اي خايدة برضو بيأثر على بيعمل دور على الكده بيغزر خلال السرطانية لأضرار كثيرة جدا 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 فاذا انا بحاول اقلل الملح والسكر على قد مقدر كمية الملح اللي انا باخدها متعود على اكل عادي بالنسبة للسكر نفس القصة ما ايام بستبدله بعسل او بستبدله بسكر ضايت بس بحاجة تراستي يعني مش اي حاجة لان في حاجة طبعا نعرفين انها مصرطين أو كده فبالحال نحن نبقل لعادة طيب رقم تمانية الاكل البط الاكل بسرعة يخليك تملى بطنك كتير جدا 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 قبل ما اشارة الشبعة توصل للمخ لكن لو كنت براحة الاكل ينزل واستنى شوية الاكل لما بينزل المعدة يروح بعد اشارة للمخ يقوله حاسب فيه اكل جايلي وقف القتل فتحس بالشبعة عشان كده لو انت جربت حتى وانت بتتغدى مثلا خدت خمس ست معالق وقمت عشر دقائق ربع ساعة عملت اي حاجة ورجعتك لا نفسك مش عايز تاكل لكن اللي بيأكل بسرعة بليد بطني فوق الزيادة فوق اللي انا محتاجه لان الاشارة وصلت متأخذ لان انا اكود تباكل اسرع من الاشارة اللي بتصل للمخ تاسح حاجة النوم لازم انام مدة كافية ومصهرش هي دي نظام الحياة ان احنا مفروض الصبح ببقى صاحي بالليل بنام وانام مدة كافية مدة كافية دي اللي هي من 6 ال8 ساعات اولا براية حضرات الجسم برايح اجلس الجسم عشان لما ابتدي يوم جديد ابتدي اقدر احرق كويس وابقى الدنيا معي متزبطة وفي نفس الوقت بزبط هرمونات الجسم هرمونات الحرق بتتزبط ان انا مبصهرش وبنام وقت مناسب اخر حاجة ودي قعدة انها موجودة عندنا في التين لو عملناها واتبعناها هننجح في اي نظام غزائي اللي هي ايه نحن قوم لا نأكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نجبع يعني ايه الكلام ده يعني انا المفروض ماكلش غير وانا جاعي مش باكل كهوية يعني هنا عندنا وصلنا لمرحلة ان احنا بناكل وانا زعلان وانا مبسوط وانا عندي امتحان وانا بكرة ما عنديش امتحان برضو عندي اجازة بس هاكل يعني انا باكل في جميع الحالات انا باخد الاكل كتسليم وده غلط انا باكل بس لما اجاعي نحن قوموا لا نأكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نجبع يعني ما اقومش وانا ميت بالشبع مش قادر المفروض تقوم خفيف تقوم في مكان للمية وفي مكان لنفسك هي دي الحاجات الاساسية اللي لو عملناها هنخس بدون اتباع اي نظام غزائي هنخس خمسة ستة كيلو في الشهر للنفس اللي زايدة في الوزن يعني وهنحفز على صحتنا ونحفز على حياتنا نلخصهم بسرعة الصبح افطر قبل الساعة عشر الصبح متع الشاش بالليل ونام اقسم واجباتي بواجبات صغيرة اهتم بالمية اهتم بالرياضة امنع الملح امنع السكر انام مدة كافية ماكلش بسرعة اكل ببطء وفي النهاية نحن قاموا لا نأكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نجبع ان شاء الله المرة الجاية هنتكلم عن الاكلات اللي لازم نمنحها والاكلات اللي ممكن نزودها عشان نخس وبعد كده هتحرفكم ازاي تعملوا نظام غزائي لنفسك اتمنى تكونوا استفدتم ان شاء الله اعملوا شير و لايك في الفيديو وللتواصل الارقام موجودة لو عصى اي حاجة شكرا